صراع قانون الإجارة القديمة يتجدد والمواطنون ينتظرون انتهاء النزاع أهلا بكم قبل ما أبدأ معكم تفاصيل هذا الخبر من جيدة أخبار اليوم أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسوا دعم المقطع بلايك تسأل بين كل فترة وأخرى على الساحة أحاديث حول تعديلات قانون إجارة المباني القديمة وهذه الأيام عادت جدل داخل مجلس النواب حول اقترحات بإجراءة تعديلات المأمولة ولكنها اقتصرت على كلام وتصرحات دون فعل حقيقي حتى الآن ومن جانبها نفت الحكومة حقيقة الأخبار المتدولة حول طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإجار القديم من منازلهم وقالت الصفحة الرسمية للوزارة في بيانها امتشرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإجار القديم من منازلهم وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزارة بالتواصل مع وزارة العدل والتي نفت تلك الأنباء مؤكدا أنه لا صحة لطرح الحكومة مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام الإجار القديم من منازلهم مشددا على أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل حكومة ياتي بشأن بعض أحكام قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبرية لغير الغرض الساكني مع فتر السماح خمس سنوات وزيادة محددة في الكيمة الإجارية خلال هذه الفترة ولا علاقة له نهاية بالأماكن المؤجرة للأشخاص العادية للغرض الساكني وأعرب بعض الملاك والمستعجرين عن تفاولهم بينهاء صداع تعديل قانون الإجار القديم في القريب العاجل بعد توجيه الرئيسي السيسي بتكسيف المعروض في الوحدات الساكنية لحل أزمة الإجار القديم حيث قال في حافل إفطار الأسرة المصرية توجه الشكك في وسط البلد إجارها 20 جنيا وكيمتها ملايين من حق المواطن يقعد فيها لكن من حق صاحبها أيضا استمتاع بكيمتها ووجه الرئيس السيسي حديث المواطنين قائلا أخلي الناس تمشي تتكابل في الشكك وأعتقد الملاك أنهم الأطراف الأقصر تضررا ودائما ما تعلن عن شكواها بسبب الكيمة الإجارية التي لتوازي الكيمة الفعلية للعقار أو الوحدة الساكنية وهم أكثر المطالبين بتغيير قانون الإجار القديم كونهم يعانون من عدم القدرة على إنهاء العقود مع ورسة المستأجرين رغم انتفاء كل سلوط تواجدهم في الوحدة المؤجرة ويرغب الملاك في العمل عن أن يكون هناك قانون يساعدهم على الاستفادة من الوحدات الخاضعة للقانون القديم واستعادتها من الورسة أو التوافق على أوضعها وكيمتها الإجارية بما يتناسب مع معطيات الواقع الاقتصادي والمعيشي بمعنى أن يتم تحرير الكيمة الإجارية لتصبح متوافقة مع الكيمة السوقية الحالية وأن يكون هناك تفعيل القانون في حالات عدم سداد الكيمة الإجارية أو عدم الالتزام بمدة العقد وأما المستأجر فله وجهة نظر أخرى حيث يقولون أنهم فعلا تعقدوا على الشكك في الأربعينيات والخمسينات وكانت لها خصصياتها التي لا تنكر ولكن بعدها جاءت السنوات بمنظومة أخرى فكيف يطلبون باستداد شقة أو مكتب أو عيادة قام صاحب حيازتها بتحمل الجزء الأكبر من تكلفتها بالأضافة لتعاكل المالك مع صاحب الحيازة على شغلها بعقد سارح حتى الآن هل يعقل أن يقوم الساكن الذي يمتلك في الوحدة أكثر من المالك باللجوء للدولة لتوفر له سكنا بديلا بعد أن يقوم بدسليم الشقة للمالك الاعتباري